أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة جهودها من خلال الوزارات والأجهزة المعنية للنهوض بقطاع الطيران المدني بما يسهم في الارتقاء بوضعاته التنفسية إقليميا وعالميا وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة كما أكد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة للطرح إدارة وتشغيل المطارات بشراكات القطاع الخاصة أن الحكومة تستهدف إشراق القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب وزيادة الإرادات المحصلة ونقاش الاجتماع موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الترح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية لتنظيم حركة تطفق للمسافرين والخدمات بأفضل عروض ممكنة شكرا